بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة اظن تبعته لقاء السيد الرئيس وافتتاحه للعديد من المشروعات في منطقة العالمين وكلامه على وثيقة امان المصريين الوسيقى دي اللي بتتكلم ازاي مصر حتأمن على العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة كل يوم التاني بنلاقي جديد على ارض هذا الوطن كل يوم التاني بنسمع كلام يبعث بالامل النهاردة احنا موجودين معاه في منطقة العالمين كان عندنا احساس كبير ان القادم افضل وان اللي بيزرع الامل النهاردة ما بيديناش وهم انما بيزرع امل حقيقي لان القارئ للخريطة الاقتصادية والاجتماعية على ارض هذا الوطن والانجازات اللي اتحققت في الفترة الماضية يعرف كويس اوي ان بلدنا بتمضي الى الامام وان شاء الله ستمضي الى الامام وتحقق كل المراد وبالزيد للطبقات الفقيرة التعبانة الشجيانة للطبقة المتوسطة اللي مطلوب يرد لها الاعتبار نتيجة الظروف اللي عاشتها في فترات ماضية فالى الامام وان شاء الله سنشوف في الفترة القادمة الثمار الحقيقية لهذا الزرع الذي انتشر بطول البلاد وعرضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر